مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته معنا واحد الوصفة أعطا تالية واحد صحراوية رائعة في طرد العوارد الناس اللي عندهم العين والحسد والتابعة أو الناس اللي عندهم مشاكل في الزواج أو الناس اللي عندهم مشاكل في العمل أو الناس اللي عندهم نحس فيما مشاهم ما تكونوش مقبولين إن شاء الله بحول الله وقوته الوصفة دينا دي اليوم هي لتطهير البدن من جميع العوارد إن كان سحر وإن كان عين وإن كان التابعة وإن كان توابع من الإنس والجن ولكن اليوم غادي تديروها بالنية أول حاجة غادي نطلب منكم أنكم تاخدوا الخزامة أو العرعار تبخوهم جيدا تاخدوا كأس دي العرعار أو كأس دي الخزامة ولكن يكون الكأس صغير جدا وغادي أو أربعات المعالق دي العرعار أو أربعات المعالق دي الخزامة وغادي نديروها بالكاثرون مع جوج معالق دي الملحة مع قليل من الخل وغادي نتبخ جيدا هذو المكونات الكاثرون وغادي نصفهم وغادي ندخل الدوش وغادي نغتسل بهم باش نحيد أول حاجة غادي نشتاغل على هاد الأساس أنني بغيت نحيد النحس أو بغيت نحيد العين لامتراكمة على الأقل نغتسل باش نستقبل الوصفة السهلة مهلا يقدروا هذ المكونات يكونوا عندك في المنزل هذ المكونات غادي يكونوا غالباً ناس يخدوا الحرم والسنوج أوراق الصدر أو أوراق الغر مع الشباق إذا ربعت المكونات معنا لتطهير البدن من جميع التوابع إن كان عين العين اللي صابتني العين صابتني وما خلتنيش نخدم أو ما خلتنيش نشتغل أو خلتني دائماً محبطة تنكي أو عندي حسد شديد للاختناق في الليل أو عندي مشاكل في النوم دائماً تنحلم في الليل دائماً عندي العاس ديالي مضطرب إذا هاتش كلهم من توابع العقد اللي تكونوا في الجسد دائماً سنتكلم معكم على أساس أن العقد تجي من الحسد الشديد والعين أو السحر المرشوش أو السحر السحر اللي تكون تتشميه على طريق الهواء يقدر ميكونش ديالك ميكون ديالته شي حد غير شي واحد تيدير وصفات سحرية دي الجلب الزبائن أو تيدير شي طقوس ومتيجة تشميه تقول لي عندك سحر المشموم إذا صليوا كاملين على سيد الخلق وخليوهن في التعليقات باش تكمل معانا الأمنية إذا عدنا الحرمل وعدنا الشبا الشبا ناخد طريفات صغار لأنني غادي نتبخر بها ثلاث أيام أوراق الغار ناخد سبع ورقات وغادي الوقت اللي نبغي أنني نتبخر غادي نتبخر ما بين العصر والمغرب ما عنديش ما بين العصر والمغرب أنا ما عنديش وقت غادي ناخد مع وقت الفجر أحسن بخور هو مع الفجر ما تصلي الفجر ديالك تحاول أنك تبخر تدري واحد بحلكة ودري فوق البوطة حتى يشعل فيها دوك المكونات يشعل فيهم البخور وعاد نزليه شوية وتبخر إلا ما عندكش الفحم ما عندكش دري مقلات دري مقلات أو دري الفحم الدائري حاولوا أنكم حاولوا أنكم تأخذوا الفحم الدائري هو تيشعل الغيال وفي نفس الوقت أنه رائع في التبخير تعطيك تعطيك تبخيرة سهلة مهلة إذن هذه الوصفة تعطيها واحد الإنسان صحراوية لفك السحر مهما كان ولو يكون ولدك بعيد عليك أو شخص ما معاك شوية المنزل أو الأم اللي حطت لي تعليق أن ولدها عنده تعثير الأوراق هذه المكونات ستحطي سورة دي ولدك لوقت لتكون تقرأي على هذه المكونات لتسخير الأوراق لتسخير الزواج لتسخير العمل لتسخير أي حاجة بغيتها في حياتك غادي تدري الشبا والحرمل والسنوج أوراق السدر أو أوراق الغار إذن اللي ما عنديش أوراق الغار غادي ندير أوراق السدر إذن بعد ما إلى ولدك بعيد عليك تشتي الصورة دياله وغادي توضعها مع العرعار مع العرعار والمكونات اللي أعطيتكم في الول أو الخزامة وتبخيهم جيدا إذا عندك الفاصوخ ضيفيه في الكاثرون وخلي ديكستورة أنها تبطل إذا عنده عكوسات عنده أي حاجة غادي تبطل بإذن الله لأن هاد الوسط إذن حاولوا أنكم تديرهم معلنيات أنكم تبطلوا لولدكم إذا كان بعيد عنكم أو بنتكم تغربة وبغيتي تبطل لها لقديم الجديد باش أنها تصاب أوراقها باش أنها تشتغل باش أنها تدرس مزيان باش تحيد التوابع لأن كيل الحسد كيل العين إحتى في الغربة إذن الوسط ديالي دياليوم هي صحراوية المئة في المئة لأنها رائعة وأكثر من رائعة أولا ناخد هاد المكونات كل حاجة غادي ناخد ثلاث معالق ثلاث معالق ديال السنوش ثلاث معالق ديال الحرمل ثلاث معالق ديال الشباب تكون تكون حلكة طريفات صغيرين إذن أنا غادي نتبخر كل نهار مع أوراق الغار سبع ورقات أو ناخد كل يوم ناخد ثلاث ورقات إذن أنا غادي نحتاج سبع ورقات بالفرد لأنه ضروري ناخد الفرد أول حصة ديال تبخير غادي ناخد ثلاث ورقات غادي ناخد إذن غادي ناخد تسع ورقات غادي ناخد تسع ورقات ثلاث ورقات ثلاث ورقات ثلاث ورقات هي تسع ورقات دي الأوراق الغار أوراق السدر بدون عدد إذا لم يكن عندك أوراق الغار ستدري أوراق السدر إذا أردت تحس بهم كل تبخيرات ستدري سبعات الورقات معها التبخير أول حاجة ستقرأي على هذه المكونات هذه القراءة لجلب الخيرات وطرد النحس وطرد التابعة من التوابع أول حاجة ستقرأي الفاتحة مرة وحيدة وهذا البخور يكون أمامك أمام القبلة يكون أنت قبلة وانت تقرأي هذه القراءة اللي ستعطيكم دابعة أول حاجة ستمشيوا الآية ميوجوج الآية ميوجوج من صورة البقرة الآية ميوجوج هي أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآية هل سنقرأها؟ على هذه المكونات سنقرأها سبع مرات آيات من صورة الصافات سيكون من 1 إلى 10 ستبدأ وتقرأها سبع مرات لطرد العوارد وطرد الموانع آية الكرسي سبع مرات آية الكرسي سبع مرات سنأخذ تواخر صورة البقرة آمن الرسول ونكمل إلى آخر الآية إذن تواخر صورة البقرة سنأخذ احتل الخردي لصورة البقرة ونقرأها سبع مرات على نية كشف الأمر وإبطال السحر إذن سنأخذ آية الكرسي سبع آيات من صورة الصافات ونقرأ آية ميوجوج من صورة البقرة سبع مرات سهيا ونختم بصورة إلا في قريش سبع مرات لجلب الخيرات وطرد النحس وجلب في جلب الرزق الرزق تنعني به الزواج تنعني به العمل تنعني به طاقة إيجابية اللي غد تدخلي لجلبuko تبخري به وغادي تكون من المصرورين وغادي نختم بأي دعاء أي دعاء تقرأي اسم الجامع مية مرة وغادي تدري إذن يا جامع يا الله يا جامع يا الله حتى أكمل مية مرة وغادي نقسم هذا البخور إلى ثلاث أقسام البخور إما مع الفجر وإما مبين الظهر والعصر وإما مبين العصر والمغرب مع المغرب ما تبخروش بهذا البخور هذو ما الأوقات اللي كينين إذن هذو البخور من أقوى البخور لطرد العوارد هذ السيدة اللي عدتها دي قلت لك هذو البخور من أقوى البخورات لأنه دائما تنحط الحرمل ودائما تنحط السنوج والشبا ووراق الغار هذو ما البخور الرباني اللي تنحطوه على نية طرد العوارد طرد الحويج اللي تعكسو لك حياسك إذن حاولوا أنكم تدروها بيقين على نية الشفاء من كل لداء إذن غدت أخذها اللي بغد تزوج نوي نوي الزواج العمل الصفر ولدك بعيد غدي تبخري لي الصورة دياله الصورة دياله بغيتي أنه كأنك عومته أو درتي لي دوش غدي تحطي الصورة في كاسرونة تحطي العرعار والفاصوخ الماء دافي وتبخي وتبخي هذه المكونات ثلاث أيام إذن الوصفة رائعة وأكثر من رائعة حاولوا غير أنكم تدعمونا وتزيدوا دعمونا باش نعطوكم وصفات رائعة لأننا محتاجين لكم ومحتاجين لنا حاولوا أنكم تخليوا الصلاة على الحبيب ولو الدبلو التعليقات لكم الأجر ولكم الشكر إن شاء الله إذن حبابي إلى وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته